موسيقى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأهلا وسهلا بكم في هذا الدرس الخاص الذي سنتحدث فيه عن قوة واستخدام العروض التي تطرح للجمهور ومدى أهميتها في تفعيل التغذية البصرية اللازمة والمؤثرة للجمهور هناك خطوات أساسية في البداية عليك أن تقرر فيها أولا ما هو برنامج العرض الذي سوف تستخدمه لعرض المحتوى هل هو باوربوينت أو بريزي أو الكنوت أو ارتجال أو عرض صور وفيديوهات فقط ثانيا أن اختيار البرنامج سيساعد كثيرا على ترتيب الأفكار وتذكر درس الترتيب وقوة المساعدة في ذلك في جعل الفكرة أقوى عندما تكون مرتبة ثالثا بعد الاختيار من المهم أن تتدرب على أساسيات متنوعة في استخدام البرنامج وطريقة العرض الفعال بعد هذه المرحلة بعد اختيارك للبرنامج الذي تريد عرضه أمام الجمهور وأبسطها وأسهلها في الاستخدام بالنسبة لك هو برنامج الباوربوينت وبعد الدخول على هذا البرنامج طبق التالي أولا جهز مادتك المرتبة والتي جمعتها بعد البحث لوضعها في ملف برنامج الباوربوينت ثانيا ابدأ باختيار قالب مناسب للعرض وتكون ألوانه مناسبة جدا وابتعد عن الألوان الفاقعة وهنا تغريدة أنت تستطيع أن تصمم قالبا هادئا وجميلا يناسب عرضك أمام الجمهور ثالثا بعد اختيار القالب من المهم أن تتقن اختيار الخط المناسب للعرض وأن يكون حجمه مناسبا وهناك فرق بين حجم العنوان الرئيسي عن العنوان الفرعي مع استخدام خط ليست فيه زخارف كثيرة رابعا في الشريحة الواحدة احرص أن لا تزيد الأسطر عن أربعة والكلمات عن ثلاث بمعنى أن تتعلم وتتدرب على كيفية اختصار النصوص التي تكتبها وتحاول اختيار كلمات قليلة تؤدي المعنى وتوصل المفهوم للجمهور من دون أن تجعل هناك العديد من الكلمات في الشريحة الواحدة بحيث يتشتت الجمهور بشكل غير مناسب خامسا قسم الشرائح إلى فصول أو وحدات متوافقة مع الأفكار فمثلا ضع شريحة خاصة واكتب فيها الفصل الأول أو الباب الأول أو القسم الأول معنى التعليم الإلكتروني ثم شريحة أخرى تفصل المعنى لكلام ليس كثير سادسا اختيار الصور المناسبة ومقاطع الفيديو المتوافقة مع الأفكار وتكون الصور عالية الجودة وواضحة يمكنك تجربتها قبل بدء العرض وأيضا فيما يخص مقاطع الفيديو أن يكون واضحا وليس فيه لقطات غير مناسبة أو موسيقى عالية ومن المهم أن لا يتجاوز الدقيقتين ونصف سابعا من المهم مراعاة ترتيب الشرائح وتنسيق الصور والأشكال لا أن تكون الصور غير مرتبة وكل صورة في فصل مختلف بل يجب أن تهتم بالتخطيط الجيد ثامنا استفد من مواقع الانترنت في تصاميم هذا البرنامج الباور بوينت الكثيرة والتي تساعد على خلق جمالية للمتلقي خاصة عندما يعرض الجمهور يشعر الآخرين بأهمية وجودهم لأنه اختار شيئا واضحا ومناسبا ليس فيه أي غمو في النهاية من المهم أن ندرك ونختار القالب الذي نريد أن نطرحه أمام الجمهور كي نستعد جيدا ويجب على كل ملقي أن يجتهد ويتعب في اختيار القالب المؤثر والملهم والمهم والذي يؤسس فاعلية قوية أمام الجمهور فإما أن تختار قالب الارتجال وإما أن تختار قالب البرامج البصرية كالباور بوينت وغيره من البرامج التي تساعد على نقل الفكرة إلى الجمهور بصورة جدا رائعة ومميزة كل التوفيق للجميع نلتقي معكم في درس آخر وإلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر